بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من ولاه السلام عليكم جميعا و رحمة الله و بركاته و أهلا و مرحبا بكم في موضوع جديد نتحدث فيه عن أخلاق المجتمع المسلم لا يختلف أحد في أن الأخلاق هي من أسباب رقي المجتمعات و تتقدمها و تطورها كما أنها تبني النظام الذي يساعد المسلم أو يساعد الإنسان بشكل عام على أن يتعاون مع أخيه الإنسان و أن يبني الحياة دون أي أو أي مكدرات أو إزعاج نحن اليوم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان خروصي مساعد المفتي العام للسلطنة سنناقش موضوع الأخلاق التي ينبغي أن ينتبه لها المجتمع المسلم و أن يستحضرها دائما و أن تكون مرتكزه في تعامله مع مفردات الحياة المختلفة نرجو منكم أن تشاركوا أيضا عبر أرقامنا و مواقعنا و يمكنكم الاتصال بإذن الله تعالى بعد ربع ساعة من بداية اللقاء بحول الله فأهلا و مرحبا بكم جميعا أهلا و مرحبا بكم فضلة الشيخ أحياكم الله و أهلا و سهلا بكم و أحيا الإخوة و الأخوات الذين يتابعون و أسأل الله تبارك و تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سمع مجيب فضلة الشيخ سبق أن تحدثنا عن مواضيع متعلقة بأخلاق الفرد المسلم و لكن فيما يتعلق بأخلاق المجتمع المسلم نجد أن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة نفهم بأن الإنسان يمكن أن يشكل مع أخيه الإنسان مجتمعا قائما على الأخلاق على الإيثار على التعاون لكن هذه الآية تركز أو تذكرنا بإضافة أخرى و هي قضية الإيمان فما الذي تضيفه قضية الإيمان على أخلاق المجتمع المسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و أهلنا إلى الطريق الأقوام إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فلا بد من أن نحمد الله تبارك و تعالى أولا على ما من به علينا و تفضل من أمر ما قدره من لطف فيما يتعلق بالجائحة جائحة الوباء الذي انتشر في هذا العالم و ما من به علينا ربنا تبارك و تعالى من فضل و لطف رغم مرارة ما قاس الناس منه في المدة الماضية لكن لا ريب أن رحمة الله تبارك و تعالى اكتنفت اليميع و أن فضله جل وعلا كان غامرا شاملا و نسأل الله تبارك و تعالى أن يذهب كل بقية لهذا الوباء و أن يرفعه عن البلاد و العباد و أن يحفظ الناس جميعا من الأوبئة و الطواعين كما نذكر أيضا إخواننا و أخواتنا أن العضات التي اكتنفت أو احتفت بهذا الوباء عضات كثيرة و لا ينبغي أن تهمل أو أن يغفل عنها أو أن يتساهل فيها إن قدر الله تبارك و تعالى و ابتلى العباد بشيء من هذه الأوبئة فقد ثبت أن التعاون و الالتزام و الأخذ بما أتاحه الله تبارك و تعالى من رخص شرعية فيها من التدابير و أسباب الوقاية و أسباب التحصين المنافع الكثيرة فلا ينبغي أن يتهاون فيها فالحمد لله تعالى أولا و آخرا و كلمة شكر لكل من كان له أثر طيب في تخفيف آثار هذه الجائحة و في حماية الناس منها و كلمة مواساة إلى من ابتلي بفقد عزيز لدي نسأل الله تبارك و تعالى أن يحسن الرحمة أن يوسع الرحمة على ماضينا و أن يحسن الخلافة على باقينا إنه تعالى سميع المجيب آمين يا رب العالمين الآن ذكرني بزغالك و هذا جزء أيضا من أخلاق المجتمع أنهم تعاونوا جميعا في تجاوز هذه الأزمة نعم هذا ذكرنا بالسؤال إذن نعم بالفعل في قول الله تبارك و تعالى إنما المؤمنون إخوة نعم إرساء لمبدأ عظيم هذا المبدأ في حقيقته جزء من منظومة متكاملة هذه المنظومة أرستها قواعد هذا الدين الحنيف و أركانه نعم فجعلت العلاقة التي تربط بين المنتسبين إليه علاقة أسمى من علاقة الدم و النسب نعم فهي آصرة الأخوة الإيمانية و هي من أوثق الأواصر و أقوى الروابط فمعها تذوب القرابات و الأرحام و لا تزيدها إلا متانة و قوة نعم فهي الأصل و غيرها فرع تابع لها و هذا المبدأ في حقيقته يحمل تكليفا للمنتسبين إلى هذا الدين و هذا هو الذي يمايز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم و الشعوب التي يمكن أن ترتبط بروابط الأرض أو النسب أو العرق أو الفكر أو الثقافة أو أطروحات ما نعم لكن الذي يوجد في هذا الدين هذه الآصرة هي آصرة إيمان بالله تعالى و اليوم الآخر هي علاقة عدل و إحسان إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء لو القربى نعم و حينما علق هذا الحكم على مشتق وهو المؤمنون اسم فاعل بصيغة الجمع دل على أمرين دل على أن الإيمان هو سبب هذا هذه الأخوة نعم و دل على أن هذا الوصف يصدق على المنتسبين جميعا إلى هذا الدين نعم فليس هو شعارا يرفعه الفرد و يدعيه إذ يستحيل أن يعمله في نفسه مع خاصة نفسه نعم و إنما المقصود من ذلك توسيع هذه الدائرة بحيث تشمل كل هذه الأمة أمة الإجابة أمة الإيمان بالله تبارك و تعالى و اليوم الآخر نعم و بناء على ذلك فإن هذا المبدأ يحملهم مسؤولية إقامة أود حياتهم على وفقا لهذا المبدأ نعم فلئن كان المبدأ أو لنقول الشعار هو شعار الأخوة فإن ذلك يحمل تكليفا عليهم و هو التآخي فيما بينهم أي أن ينشئوا هذا التآخي و هذا هو الذي جاءت به النصوص الشرعية فالله تبارك و تعالى يقول المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله نعم فخيرية هذه الأمة ثبتت بما في هذا الدين من محاسن لكن قوام هذه الخيرية إنما تكون بهذا الوصف تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر ثم ذكرهم بهذه الآصرة التي تربطهم جميعا فقال و تؤمنون بالله و لأهمية حفظ هذه الآصرة و إقامة هذا المبدأ فإن الله تبارك و تعالى في هذه الآية الكريمة قدم ذكر ما به قوام هذا المبدأ و هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كما في قوله و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر نعم إذن هذا هو الذي يميز مجتمع المسلمين و هو الذي يعرف بهم و هذا الإيمان بعقيدته و شريعته و أخلاقه هو الهوية التي صبغ الله تبارك و تعالى بها المسلمين جميعا نعم و رسم لهم هويتهم في هذه الحياة الدنيا و ميزهم عن غيرهم من الأمم و أرشدهم إلى ما يحفظ لهم هذا التميز و ما يقيم لهم أودى هذه العلاقات و لذلك جاءت التشريعات من بعد لجعل هذا التآخي حقيقة واقحة فيما بينهم نعم فدعت إلى إصلاح ذات البين فالله تبارك و تعالى يقول فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم و أطيعوا الله و رسوله إن كنتم مؤمنين مرة أخرى يذكرهم بالإيمان و يدعوهم إلى استلال أسباب الفرقة و التنازع و لذلك قال و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و قال و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا نعم كلها تعزز الجانب الخلقية في هذه الأوصاف أو في هذا الوصف الجامع الشامل الذي وصف الله تبارك و تعالى به عباده المؤمنين و يحفظ لهم هذه المنزلة السامقة التي رفعهم إليها و بوأهم فيها طيب فضلة الشيخ الآية التي بدأنا بها في بداية البرنامج إنما المؤمنون إخوة تعالجوا قضية حساسة في عالم المسلمين يصلون فيها و وصلوا معها في مرحلة من المراحل إلى الاحتراب و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعم الآيات التي تفضلتم أيضا بذكرها تعالجوا أو تنبه المسلمين إلى ضرورة الوحدة و عدم التفرق الآيات الأخرى التي تتحدث عن الأمر بالمعروف إنها عن المنكر تتحدث عن إقراءات وظيفية أن صح التعبير نعم الآن قبل الوصول إلى هذه المرحلة التي تعالجها الآيات القرآنية كيف ينبغي أن تكون أخلاق المجتمع المسلم و ما هي الأسس و المنطلقات التي تصبح ثقافة عام عند المسلمين خشية أن يصلوا إلى هذه المرحلة التي تعالج الآيات القرآنية حدوثها أحسنتم لننظر فيما وصف الله تبارك و تعالى به جماعة المؤمنين نعم رغم قلتهم مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فحينما وصف الله تبارك و تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه و سلم و المؤمنين معه قال محمد رسول الله نعم و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نعم بدأ بالأوصاف الخلقية التي تتحلى بها جماعتهم ثم انتقل إلى بيان ما يؤدونه من شعائر تعبدية تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار و عدى الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجرا عظيما إذن لما وصف جماعتهم بأسمى ما يمكن أن توصف به جماعة من الأخلاق و القيم و الآداب قال محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نعم فهم يوطئون أكنافهم لإخوانهم المؤمنين يقيمون أودا العلاقة مع إخوانهم المؤمنين على الرفق و الرحمة و على ما فيه حب الخير لهم و على التعاون على البر و التقوى و على منع التعاون على الإثم و العدوان و الباطل يقيمون هذه العلاقة على العدل و الإحسان و القسط إليهم و البر بهم و يعزز ذلك كله أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الذي يقول إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا و والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه و قوله صلى الله عليه و سلم في حديث في الحديث الشهير ترى المؤمنين في توادهم و تعاطفهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى و السهر نعم هذه القيم الخلقية العالية الرفيعة تحول بين المسلمين و بين أن يصلوا إلى حد التنازع و التفاش إلى حد التنازع و الاحتراب و التفرق نعم فالأدلة الشرعية كلها دافعة للمسلمين إلى أن ينتبه إلى أن أصل العلاقة التي تكون فيما بينهم إنما هي آصرة الأخوة الإيمانية و أن هناك من المعززات الخلقية العملية المقدور عليها السهلة الميسرة ما بإمكانها أن تحفظ لهم هذا التآخي نعم و أن تقيم مجتمعهم على أسس متينة من القوة و العز و الشرف و المجد لأنه ناشئ عن وحدة الصف و اجتماع الكلمة و ابتغاء الخير للآخرين قبل النفس أو كما يحب للنفس و لا يأتين أحد و يقول ما معنى أشداء على الكفار و لم قدمها هذا الوصف أيضا نجده في قول الله تبارك و تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لوم تلائم نعم فالمعنى واحد ماذا يعني و هو أنهم فيما يتعلق بعلاقاتهم فيما بينهم هم رحماء رفقاء متوادون متعاطفون متراحمون يحبون الخير لبعضهم البعض و يسعون إلى إيصال الخير و يتعاونون على البر و المعروف يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و لكنهم في المقابل أيضا أشداء على الكفار نعم و هنا قال أعزة على الكافرين نعم و المقصود من ذلك أنهم لا يقبلون الضيم و يرفضون الظلم و يأنفون من السفاهة و يترفعون عن السفهاء نعم و يطهرون مجتمعهم مما يمكن أن يشينه و يتسامون فوق القذارات و فوق التفاهات و الدنايا من الأمور و ما يمكن أن يكدر صفو علاقاتهم أو أن يشوش هذه الآصرة المتينة كما هو الشأن في أهل بيت نعم لا يقبلون أن يأتي إليهم أو أن يدخل إلى بيتهم إلا من كان عزيزا شريفا كريما جديرا بالتقدير و الاحترام نعم فإن ابتلوا فإنهم يعاملونه كما أمرهم الله تبارك و تعالى فهذا هو بيت أهل الإيمان هذا هو بيت أهل هذا الدين نعم لا يقبلون فيه دنية في دينهم و يرفضون أن يساوموا على مبادئهم و قيمهم و أخلاقهم نعم و يحيطون سياج أخلاقهم بأسس مبادئة متينة من ما أرشدهم إليه ربهم تبارك و تعالى في كتابه الكريم و على لسان نبيه محمد صلى الله عليه و آله و سلم نعم و أبرز ما يمثل هذا المعنى الذي تسألون عنه حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من طريق النعمان بن بشير عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم كما عند البخاري قال مثل القائم على حدود الله و الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة نعم فكان بعضهم أعلى فأصاب بعضهم أعلىها و بعضهم أسفلها نعم فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم نعم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا نعم فإن يتركوهم و ما شاء هلكوا جميعا و إن أخذوا على أيديهم نجوا و نجوا جميعا نعم طيب هكذا يشبه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جماعة المسلمين و حفظ هؤلاء المسلمين لأخلاقهم و قيمهم و لتآخيهم و توادهم و تعاطفهم بهذا التشبيه البليغ نعم أنهم في سفينة مما يعني أن هذه السفينة تتعرض لها أعاصير و رياح و يمكن أن تتقاذفها الأمواج لكنها سفينة تعبر بهم في غمار هذه الأمواج المتلاطمة و هم داخل هذه السفينة لحمة واحدة فحينما اقترعوا في مقاعدهم في أماكنهم أصاب بعضهم أعلى السفينة و أصاب بعضهم أسفل السفينة أي كان نصيب بعضهم أن يكون في أسفل السفينة هؤلاء الذين هم في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من الماء لا بد لهم أن يصعدوا إلى الأعلى نعم فكان مقصدهم حسنا بما أهموا بفعله نعم و هو أن يمنعوا الأذى عن من كان فوق السفينة نعم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا لنستقي من الماء مباشرة دون أن نؤذي من فوقنا نعم فهنا كان الواجب على من كان فوق السفينة أن يمنع هؤلاء من مثل هذا الفعل مع حسن مقصدهم وجميل نيتهم لكنهم إن تركوهم إن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا نعم و إن أخذوا على أيديهم نجوا و نجوا جميعا نعم هذا المنع فيه مصرح للجميع نعم طيب فضلت الشيخ يعني المسلمون دائما يقدمون أنفسهم على أنهم منفتحون يستخدمون لغة الحوار لا يخشون على دينهم لديهم الاستعداد أن يستقبلوا جميع الثقافات ثم يخضعونها لجهازهم و المفاهيم إلى غير ذلك مما يرد في الخطابات الإسلامية سنقرأ هذا السؤال من أحد الإخوة أخي علي الإحسني نعم الذي سيعطي توضيحا أكبر في الموضوع يقول ما هو الخط الفاصل بين التسامح و التنازل عن المبادئ و ما هو المعنى المطلوب من قوله تعالى و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكر على الله إنه هو السميع العليم طوض أولا قول الله تبارك و تعالى و إن جنحوا للسلم فاجنح لها هذا في سياق قيام الحرب نعم فالآية أو هذا الجزء من الآية الكريمة ورد في هذا السياق إن أظهر العدو حالة الاقتتال و الاحتراب بادرة للسلم فينبغي أن تأخذ هذه البادرة على محمل الجد و أن ينظر في الدواعي في الكيفية التي تطفأ بها نائرة الاقتتال نعم لكن في صدر السؤال ورد ما يتعلق ب بالذي قدمنا له كتمهيد نعم في بادرة ينبغي لنا أن ندرك أن السماحة وصف أصيل لهذا الدين نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحاء و يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اقتضى سمحا إذا اشترى نعم و حينما حاول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترهبنوا فذكروا بعض خصال يفعلونها لم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام و قال إنما بعثت بالحنيفية السمحاء فالسماحة وصف أصيل لهذا الدين كما هو بعقيدته و شريعته و أخلاقه ليس وصفا إضافيا يحتاج إلى أن نأتي بشيء لكي نلمع به صورة هذا الدين أو أن نضفي على ديننا شيئا آخر حتى يوسم بأنه دين سمح بل هو بما فيه من أحكام و بما فيه من تشريعات هو في ذاته دين سماحة و عدل و إحسان و بر و خير و معروف هذا ينبغي أن يكون واضحا لكن هذا لا يعني أن يقبل المسلم الضيم أو أن يقبل المذلة و الهوان أو أن يقبل الاستهزاء به و بعقيدته و أخلاقه و دينه فلا يخطر في بال أحد بعيدا عن أي مجادلات أن هذا ليس من السماحة في شيء فقبول الضيم و الإهانة و المذلة هو أبعد ما يكون عن السماحة و هو جزء مما حذر بل هو عين ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فإن هؤلاء أرادوا منع هؤلاء الذين هم أصابوا أسفل السفينة و أرادوا أن يستقوا من الماء فأرادوا أن يخرقوا في نصيبهم خرقا لمنع أذاهم و أذى الاستقاء على من فوق السفينة فإن الحديث يشير إلى أن أمثال هؤلاء لا بد أن يمنعوا من مثل هذا الصنيع حتى لا يغرقوا السفينة بما فيها و يغرقهم معها و هذا المعنى هو الذي نجده في كتاب الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله فبإيمانكم بالله تبارك و تعالى تحققت لكم خيريتكم هذه الخيرية لا يقتصر نفعها و أثرها على جماعة المؤمنين فقط بل للناس جميعا كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا الدين بما جاء به بما فيه من وحي الله تبارك و تعالى من كتاب الهدى للناس و الرحمة و من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم رحمة للعالمين بكل ما فيه من أحكام حتى مما يبدو أن فيه غلظة للآخرين الذين لا يعرفونه فإن الحقيقة أن فيه رحمة بالإنسانية جمعا و هي مسؤولية المؤمنين اليوم مسؤولية المسلمين أن ينقذوا هذه البشرية بعدم الانسياق وراء هذه الأهواء و الشهوات و الظلم و الاستهزاء بالقيم و الأخلاق و التنقص من الدين و عدم تقدير الله تبارك و تعالى الخالق العظيم فعل المسلمين اليوم أن ينقذوا العالم كله و أن ينقذوا البشرية من أن تتهاوى إلى دركات سحيقة جدا بمضيها في هذا الاتجاه هي مسؤولية المسلمين لا لأن في ذلك نفعا لهم وحدهم و إنما لما فيه من رحمة و عدل و إحسان إلى الإنسانية كلها علمت الإنسانية ذلك أو لم تعلم هذه هي حقيقة هذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك و تعالى به لكن المؤسف له أن لا يدرك المسلم هذه الحقيقة و أن لا ينتبه إلى أنه مسؤول في هذه الحياة عن القيم و الأخلاق و المعاني الكريمة و عن العز و الشرف و المجد و عن إنسانية هذا الإنسان و عن إنقاذه من الحياة البهيمية الحيوانية الطينية السفلية و عن الرقي به إلى المعاني الحقيقية للحضارة و لوجود الإنسان في هذه الحياة و إلى مساحات الفكر و العقل و العلم و العمل الصالح و الخلق الفاضل الكريم طيب فضلت شيخ سنسأل هذا السؤال لكن الإقابة ستكون بعد الفاصل بإذن الله تعالى إذن المرتكز الذي تنطلقون منه هو أن المسلمون هم بيت واحد يحمون أنفسهم و أخلاقهم و دينهم من خلال التواد و التراحم و حماية البيت من اللواحة الفكرية كما تفضلتم لكن ذكرتم في الآية إن تتولوا و يستبدل قوما غيركم نعم تشير هذه الآية إلى معنى آخر ربما لم تقف عنده و نريد أن نقف عنده هل معنى ذلك أن التراجع عن ما تفضلتم بذكره من حماية البيت من الداخل سيؤدي إلى انهيار المجتمع المسلم و كيف يكون الاستبدال ولكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى عزانا فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله مرحبا بكم عزانا الكرام دا مرة أخرى ما الذي تشير إليه الآية في قضية أن ينتهي مجتمع مسلم ليأتي آخر نعم هذا تحذير للمسلمين أنهم إن تركوا ما أرشدهم إليه ربهم تبارك و تعالى و ما وجههم إليه كتابه الكريم من الائتمار بالمعروف فيما بينهم و التناهي عن المنكر و التواصي بالحق و التواصي بالصبر و التمسك بالعروة الوثقة التي هي الإيمان و الاستعصام بحبل الله المتين فإن مصيرهم إلى الزوال نعم و لهذا نجد معنى الإيمان مرة أخرى في قوله تبارك و تعالى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نعم إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بِينَ النَّاسِ نعم وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك و تعالى فيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ ما هي صفة هؤلاء القوم الذين سيأتي بهم الله تبارك و تعالى بدل أولئك الذين تخلوا عن دينهم وتركوه وأعرضوا عنه يحبهم و يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم هذه الصفات التي يحبها الله تبارك و تعالى في عباده المؤمنين و هي حينما يحكي الله عز وجل أن القوم الذين سيأتي بهم يتحلون بها فإن في هذا إرشادا بعد تحذير حذرهم أولا و أرشدهم ثانيا إلى ما يجب عليهم أن يتحلوا به من خلال و أن يتصفوا به من صفات و هي هذه الصفات فهذا هو المعنى و الانتساب إلى الإيمان انتسابا شكليا لا يعني بحال من الأحوال ضمانة على تحقق شيء من هذه المعاني أبدا فالمقصود هو صدق الإيمان و العمل الصالح و الخلق الفاضل الكريم و هذا مرة أخرى يعود بنا إلى المسألة السابقة و هو أن ذلك لا يعني أبدا أنه يمكن للمسلم أن يقبل أفعال السفهاء و أن يقبل أن يتنقص دينه أو أن يضام أحد من أهل دينه من المسلمين ثم يأتي هو بعد ذلك و يمكن أن يقبل أن يناصر العدو على أخيه المؤمن بحسب امرئم من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه و النبي صلى الله عليه و سلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم و هم يد على من سواهم و الله تبارك و تعالى كما تقدم يقول و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض و يقول إنما المؤمنون إخوة هذه هي المعاني و الأخلاق و الأحكام التي يدعونا إليها ديننا الكريم طيب نسأل هذا السؤال إن شاء الله ثم نلتفت إلى أسئلة الإخوة هي كثيرة أيضا في قوله تعالى أذلة عن أشداء على الكفار رحماء بينهم نريد أن نضع دائرة على كلمة الكفار هنا لأنه في نصوص أخرى تبين أو تؤكد على استحضار الجانب الإنساني و العنصر الإنساني في العلاقة مع الآخر و أن الله تعالى يذكر الناس بأن أصلهم من ذكر و أنثى و على هذا الأساس سيكون بينهم التعارف طيب هذه الآية توهم كما يقرأها الإنسان سطحيا أنها تطالب المسلم أن يكون شديدا على الكفار فما معنى هذه الشدة و من هم هؤلاء الكفار و ما هي الحدود التي تقف عندها هذه الشدة أولا الكفار هم كل من لم يرتض الإسلام دينا و لم يرتض محمدا نبيا و رسولا خاتما و لم يرتض القرآن الكريم كتابا هاديا و معجزا من عند الله تبارك و تعالى هذا هو معنى المعنى الشرعي للكفار و في الآية الأخرى أذلة عزة على الكافر نعم هذا هو معنى الكافر و الكفار نعم و هذا مجمع عليه عند علماء الإسلام ليس بمحل البحث نعم أشداء على الكفار بحسب الموقف نعم فالله تبارك و تعالى لم ينهنى عن البر و المعاملة بالحسنة و القسط إلى من لم تبدو منه عداوة لنا في ديننا و في أموالنا و في أرضنا نعم و في المقابل أيضا لم يقبل لنا أن نقبل الذل و الهوان على من اعتدى علينا أو احتل شيئا من أرضنا أو نجس شيئا من مقدساتنا أو حقر ديننا أو استهزأ بعقيدتنا أو شريعتنا أو أخلاقنا نعم لم يقبل لنا ذلك و على هذا الأساس نفهم معنى أشداء على الكفار نعم فالمقصود بأنهم أشداء على الكفار أي أنهم كما تقدم لا يقبلون دنية في دين و لا يرضون بظلم و لا يساومون في عقيدة أو في دينهم نعم و لا يشاركون فيما هو مرفوض في ديننا و لا يعينون على إثم أو باطل و لا يقبلون سفاهة أو شيئا مما فيه رجس أو نجاسة أو دناءة من الأخلاق أو سوء من الأفعال نعم فكل ذلك هو مما لا خلاف حوله يأتي نعم بعد ذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يقول يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لتعارفوا هنا مأخوذة من العرف والمعروف و هذا بحسب من نتعامل معه لكن الحد الأدنى الذي لا مساومة فيه هو ما تقدم فلا يأتي أحد و يزعم أن معنى الآية الكريمة غير واضح لأن الصحيح أن ذلك إنما هو من المماحكة فإن المعنى واضح وهو هذا الذي تقدم فليس من شأن المسلم أن يقبل ما يمكن أن يتعارض مع دينه أو أن نعم يقيم حوارا يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة و الموعظة الحسنة لكن على أن يفعل ذلك وهو معتز بدينه غير راض بأن يتنقص دينه أو أخلاق دينه أو أن يظلم مسلم فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال وهم يد على من سواهم ما المقصود بمن سواهم أي الذي يعاديهم و يناصبهم العداء و يكيد بهم المكائد أو في المقابل أن يكون ممن يهزأ بهم أو يسخر بهم ولكن مع ذلك فإن القضية هي أن يفهم المسلمون أن حفظهم لهويتهم و لأخلاق دينهم بما أمرهم الله تبارك وتعالى به من واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إنما هو لمصلحتهم هم و لصالح الإنسانية هب أن المسلمين اليوم في نصف دقيقة هب أن المسلمين اليوم جاملوا في أمر دعوات الشذوذ الجنسي و لم يبق هذا الصوت الوحيد في العالم بحكم التسامع الذي يذكر البشرية جميعا بالفطرة الإنسانية و بهدايات الرسالات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على لسان أنبيائه و رسله و في كتبه التي أنزلها لو أن المسلمين تخلوا عن دورهم بدعوة المجاملة و التسامح و التعايش و التفريط كيف سيكون حال هذه الأرض كيف سيكون حال هذه الحياة و مع ذلك فإن المسلمين اليوم يفتنون و لا عاصم لهم إلا أن يتمسكوا بأهداب دينهم و أن يعضوا على أخلاقهم و قيمهم و مبادئهم و أن يدعوا الناس إليها و أن يعرفوهم بها فإن هناك أصوات أيضا في العالم تنتظر مثل هذا الصوت و ستسانده لكن لا بد أن يسمع هذا الصوت و ما أسهل أن يسمع هذا الصوت اليوم الحمد لله إذن أخلاق المجتمع المسلم تظل كما هي و قوية و تماسكة كلما أعلن المسلمون موقفا محددا من الشخصيات التي تتخذ موقفا سلبيا من دينهم نعم تتكلم على دينهم و على ذاتهم أو من أي قضية من شخصيات أو من جهات أو من جهات لأننا إزاء فتن أخرى كبيرة يمر بها العالم نعم يمر بها العالم و لا ينبغي لنا أن نداهن في أمر الدين نعم لا ينبغي لنا أيضا أن نستقي ما نتوهم أنه من الأخلاق و القيم و الأداب من الأوهام و الخرافات فإنما رد الأخلاق و القيم إنما هو شرع الله تبارك و تعالى و لذلك كان من أفقل موازين العبد يوم القيامة حسن الخلق حتى أن كثيرا من العلماء يقدموا حسن الخلق على النوافل من الأعمال طيب فضيلة الشيخ بزاكم الله و خيرا وقت انتهى أعزائنا نشكر و إياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن بهان الخروص في مساعد المفتي العام للسلطنة شكرا لكم فضيلة الشيخ بزاكم الله و خيرا نشكركم أيضا على المتابعة و نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته